أحضر معي مباشرة سيد طارق لطرش المكلف بالإعلام بجمعيتك في اليتيم لولاية البوليدة مساء الخير نعم شفنا في تقرير كنت تتحدث قبل لحظات وأيضا كنت تتحدث معك منذ قليل أنتم حاضرين طوال السنة في مبادرات خيرية خاصة قبيل المناسبات الدينية ربما جديد برنامجكم لهذه السنة طارق بداية نشكر القناة النهر على السرطة هذه طبعا الجمعية الخيرية كيف اليتيم لولاية البوليدة هي جمعية متخصة في مجال رعاية الأيتم والأرامل طبعا نحن رعاية الأيتم والأرامل على المدار العام وتزيد الخدمة في اليتيم والأرملة خاصة في المواسم التي تكثر فيها الحاجة اليتيم والأرملة للإعانة ففي كل موسم من المواسم أدنا حملة خيرية نطلقها فبمناسبة عيد الأفحار المباركة لقنا حملة عيدنا التكافل التي هي في طبعا السادسة على التوالي التي تدف إلى جمع وتوفير ألف أفحيال فأيد الأيتم والأرامل طبعا نحن باش نحق هذا الحدف لازم تضاف الجهود كل شرائح المجتمع من ناس عاديين من مؤسسات تجارية واقتصادية وتجار عمال موظفين شباب من أجل حجد كل الإعانات طبعا نحن نقوم بعمل الإشهار والترويج على مختلف الوسائل انتلاقا من فضائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك تويتر انستغرام من الموقع الجمعية وصولا إلى الانتشار في الأماكن العمومية وتجمع السكان الكبرى والمراكز التجارية نوزع المطويات لكيمارا هنا ملسقات طبعا لفتات الكبيرة في الشوارع الرئيسية لولاية الوليدة الكل يتجند ويسخر كل الوسائل من أجل إصال هذا الهدف إلى شرائح المجتمع باش تكون عملية تسهيس كبيرة ويكون إقبال كبير وخاصة أنه مثل هذه الأهداف وخاصة في مثل هذه الأيام المباركة يزداد نسبة فعل الخير والمبادرة والحمد لله نحن في الجمعية نتلقى دائما بشكل دوري ويومي الإعانات سواء كانت مالية أو سواء كانت أضاحية يعني تحدث عن الإعانات المالية الملاحظة أن الجمعية الخيرية الناشطة عبر التراب الوطني ربما تجاوزت المؤسسة الاقتصادية ورجال أعمال وأصبحت أيضا تتلقى إعانات من قبل المواطنين لماذا وهل ربما المواطنين الجزائري يثق فيكم أنتم كجمعيات أنه يقدم لكم دعم وأنتم أيضا بدوركم تقدموا هذا الدعم للعائلات المحتاجة نعم بارك الله فيك طبعا نحن العامل ربما العملة الوحيدة التي تساهم وتساعد في أن يتبرع المواطن العادي بإعانات لفائدة الإيتام أو لفائدة الناس المحتاجين هي المزدقية فبالتالي كلما تكون الجمعية أو أي منظمة خيرية ذات مزدقية يكون إقبال منقطع الناظر عليها طبعا نحن في الجمعية لدينا جملة من الآليات التي تتبعها من أجل كسب الثقة والمزدقية للمجتمع طبعا نحن أي إعانة كانت مالية أو عينية تقوم بتوثيقها في ملفات في الجمعية والمتبرع يتسلم وصل الاستلام تفيد بأنه تبرع بهذا المبلغ وبهذا المادة العينية وفي نفس الوقت نطيل خيار أنه هذه التبرع يسلمه هو بنفس العائلات الأيتام والأرامل هذا من جهة من جهة أخرى نحن كل العائلات المسجلة في الجمعية لدينا ملفات وعندنا قاعدة بيانات كل يتيم كل أرمان عندها قاعدة بيانات وأيضا نقوم بكل عائلات المسجلة نقوم بالتحقيق الميداني حتى نتبين أن تلك العائلات حقيقة تحتاج إلى هذا الدعم ونكون همزة وصل ذات مزدقية بين المحسن والمتبرع واليتيم والأرمان وبهذا تزداد المزدقية لأي منظمة كانت نعم ربما أيضا كسؤال ربما نشوف أنتما كجمعيات خيرية أنه أصبح من الضروري أيضا لكم تجمعيات نشطة عبر التراب الوطني استحداث وابتكار السليب للحصول على موارد مالية أكثر حتى تساعدوا أكبر عدد ممكن أيضا من المحتاجين طبعا نحن الواقع يفرض علينا أن نكون ذلك يعني يجب أن نخج من عقلية النشاط من أجل النشاط والعمل من أجل العمل إلى الاحترافية والنمذة جافة العمل الخيرية طبعا ربما الملاحظ في الجمعية حققت طفرة نوعية خاصة في خدمة الأيتام من خلال جملة من الحملات التي قامت بها والنتائج التي حققتها طبعا في حملة عيدونا تكافل طبعا الخامسة يعني العام الفارض حققت الجمعية أكثر من 1200 أفحية هذا ما جاش من فارغ ولكن جا من جملة أساليب وطرق يعني كما تفضلت وقلت في جمع الأموال في جمع الأموال ويعني فن يعني كسب المحسنين في التعامل معهم أول شيء المزاقية أثاني شيء توسيع دائرة المتبرعين يعني نحن نقطة قوة الجمعية هي أن نتلقى الإعانات من كافة شرائح المجتمع سواء صناعيين تجار موظفين ناس عاديين الكل يتجند في أي حمل لكن نسبة المتبرعين أكبر من المصدر يعني صعب أنه يحصلها لي أنه كثير من المتبرعين ما يعنيش على أسمه يجي يتبرع أو يبعثها عن طريق ناس يعرفه ويتبرع بالإعانة ولكن الغالب الغالب كل شرائح المجتمع بدون إقصى أي جهة من جهات سواء كانوا مؤسسات اقتصادية سواء كانوا تجار سواء كانوا ناس أصحاب أموال يقدروا يساهموا في مدى هذه الحملات نعم أيضا أنتم المبادرة تاهم هي طوال السنة ليست ربما مرتبطة بالمناسبات الدينية ولا يعني بالمواعد رسمية أيضا طبعا نحن الخدمة لليتيم الأرمال على مدار العام وتزداد في المواسم كما قلت نحن في الجمعية لجال متخصصة كل لجنة عندها جانب التحل التي تلعى فيها لليتيم الأرمال مثل منها الجانب الصحي جانب النفسي اللي لا يقل أهمية على الجانب الاجتماعي الجانب المعالجة النفسية أيضا والمتابعة وتوجيه الأسري والجانب الرياضي إلى جانب المتابعة المدرسية كل هذا يصب في خانة تحقيق نمذجة العمل الخيري بصفة عامة وكفالة اليتيم بصفة خاصة نعم مطالبكم تما كجمعيات خيرية يعني ربما لزيادة التمويل لكسب أكبر عدد أيضا من المتبرعين أيضا طبعا الحمد لله نتكلم عن مستوى كيف اليتيم لولاية البوليدا الحمد لله يعني كي نقبال منقطع الناظر من مختلف شرائح المجتمع ولكن نحن نزيد نقلوب اللي لا بد من زيادة التبرعات زيادة تقدم إلى المنظمة الخيرية بصفة عامة وكيف اليتيم وولاية البوليدا بصفة خاصة من أجل التحقيق أنش زيادة لولاية البوليدا بصفة خاصة حل أن لا تنشطوش ربما عبر nationalism لا جمعية ربما هي جمعية الأم في مجال كافة يتيم لكن كافة يتيم متواجدة ربما في عدة وليات في عدة وليات نحن نهضرم مثال كافة اليتيم وولاية البوليدا وأيضا على كافة يتيم من مختلف الولاية بشيعم الخير على موسة وولاية كل ولاية الوطن طبعا نحن اليتيم والأرملاء آخرون يزيدون من عام العام فبالتالي يجب أن يكون هناك إقبال متجدد وتحيين دائما لقائمة المحسنين وتوسيع ضائرة المتبرعين لكي تعم الفائدة وتعم سلة المودة والأخوة بين جميع أقطاب المجتمع الجزائري عاما نعم شكرا لك سيد طارق لطرش المكلف بالإعلام بجمعية كافلة اليتيم لولاية البوليدة شكرا لك وعيد سعيد